لواق طبيب أسنان محمد جمع عبد الله مستشار تقويم الأسنان بمستشفى وادي النيل النهاردة احنا عاوزين نتكلم على موضوع بيهم كل الأباء والأمهات وهو امتى نبتدي تقويم الأسنان لأطفالنا لأن بيبقى في حيرة وتساؤل عند الأباء والأمهات عن تاريخ بدء تقويم الأسنان للأطفال هل نبتدي في وقت مبكر ولا بننتظر بعد تبديل الأسنان طبعا أنا بنصح الأباء والأمهات لما نبقى حاسين أن في شك في وجود عيب في الأسنان أو في الفكين بنعرض الطفل على أخصائي تقويم الأسنان لأن هو اللي بيقدر يحدد هل العيب اللي موجود عند الطفل في عظام الفكين أو في الأسنان لأن الموضوع ده مهم جدا في حالة وجود العيب في عظام الفكين بيفضل أن نحن نبتدي تقويم الأسنان في سن مبكر يعني بداية من 6 سنين لـ 8-9 سنين عشان بنقدر نستخدم أجهزة تقويم أسنان لتصليح وإصلاح عيوب الفكين سواء الفك العلوي أو الفك السفلي أحيانا بيبقى عندنا بروز أو ضمور في أحد الفكين في الحالة دي في الاكتشاف المبكر والتشخيص السليم بنقدر بأجهزة تقويم بسيطة نقدر نعلج هذه العيوب وإلا لو اتأخرنا في العلاج واكتمل نمو الطفل في الحالة دي بنحتاج أن نحن نلجأ للتقويم الجراحي في سن متأخر بعد سن 18 سن في حالة إذا كان العيب في الأسنان بيتم التشخيص أحيانا بنبتدي التقويم في سن مبكر وأحيانا بنأجل بدء تقويم الأسنان إلى مبعد انتهاء واكتمال ظهور الأسنان المستديمة طبعا تقويم الأسنان في تطور مستمر ويمكن آخر صيحة عندنا وبنشتغل بها التقويم الغير مرئي وله حالات بيتم استخدام التقويم الغير المرئي وبتجيب نتائج أكتر من ممتازة ترجمة نانسي قنقر